وفي المعطيات الإيجابية أيضاً ذكر تقرير الأمم المتحدة أن جهود الحكومة العراقية الدبلوماسية كانت ضرورية لتفادي أسوأ سيناريو لمياه البلاد واصفاً انضمام العراق كأول دولة عربية إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه بالخطوة التاريخية المؤكدة لالتزامه بإدارة موارده المائية بشكل أكثر فاعلية واستدامة واعتبر تقرير الأممي توقيع العراق عشر اتفاقات لتنظيم إدارة المياه خلال زيارة الرئيس التركي بالإنجاز بالغ الأهمية لكون العراق دولة مصب والمنطقة تواجه متغيرات خارجها عن سيطرتها المباشرة ما يجعل من التفاوض أقصر طرق الحل والمعالجة ويشار لأن التقرير يتزامن مع اليوم الدوري للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام المقرر في الخامس والعشرين من نيسان الجاري موسيقى